هنا مش ندوة ولا مؤتمر بالشكل التقليدي إنما صالون ثقافي الصالون الثقافي تقليد مصري قديم من أواخر القرن التسعة عشر ومتد في القرن العشرين وهنا الصالون العام العاشر ليه نحن نبقى عشر سنين بنعمل هذا الصالون وشخصيات كثيرة عظيمة مرت على هذا الصالون سواء في السياسة أو الاقتصاد أو في الصنون أو في الأداب العالم كله دلوقتي نتكلم على أجندة التنمية ما بعد 2015 وبالتالي بقوا أستاذ رئيس الجمهورية كان في نيويورك في سبتمبر 2015 وتم الإعلان عن أهداف التنمية المستدامة ما يعرف الآن بالسدجيز السبعتاشر السبعتاشر هدف اللي الدول العالم التزمت بالسعي لتحقيق هذه الأهداف بحلول عام بحلول عام 2030 فكرة التنمية المستدامة هي أنها بتغطي ثلاث أبعاد رئيسية الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليه؟ لأن لو ركزنا بس على الاقتصاد ومشاكل الاقتصاد وأهملنا البعدين الآخرين لن يكتب حتى لو نجحنا في الاقتصاد وحلينا المشاكل الاقتصادية وقدرنا نعمل معدلات تموه ومعدلات تشغيل مرتافعة ومعدلات السمار لن يكتب لعا الاستدامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر